السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العدد 100 القراءة والكتابة والتمثيل إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنيا العدد السابق مباشرة والعدد اللاحق مباشرة لخمسة وثلاثون أربعة وثلاثون وستة وثلاثون أستكشف أولا ساعد أحمد وسلمى جدهما على غراسة بعض المشاتل في أحواض في كل حوض عشرة صفوف وبكل صف عشرة نبتات غرس الجد سبعة وخمسين نبتة وغرس أحمد عشرين نبتة وغرسة سلمى ثلاثة وعشرين نبتة أولا أتم الفراغ عدد الأحواض المغروسة يساوي سبعة وخمسون زائد عشرون زائد ثلاثة وعشرون يساوي مئة سبعة زائد صفر زائد ثلاثة يساوي عشرة نكتب الصفر ونضيف الواحد إلى ناتج جمعي خمسة زائد اثنان زائد اثنان لنتحصل على نتيجة تساوي مئة عدد الصفوف يساوي عشرة عدد النبتات يساوي مئة ثانيا أكتب وأقرأ مئة أتدرب أولا أعوض على كل عشرة مربعات صفراء بعصية حمراء وكل عشر عصيات بمربع هكذا مثل ما سنفعل الآن تماما تحصلت على عشرة عصيات حمراء ثانيا أمثل على المعداد ثم أحسب المجامية ثلاثين زائد سبعين يساوي نمثل كل من العددين ثلاثون وسبعون على معداد كالآتي ثم نجمع بينهما بالاعتماد على المعداد لنتحصل على نتيجة تساوي مئة اثنان وثمانين زائد ثمانية عشر يساوي نمثل كل من العدد اثنان وثمانون وثمانية عشر على معداد كالآتي ثم نجمع بينهما بالاعتماد على المعداد لنتحصل على نتيجة تساوي مئة تسعين زائد عشر يساوي نمثل كل من العدد تسعون وعشر على معداد كالآتي ثم نجمع بينهما بالاعتماد على المعداد لنتحصل على نتيجة تساوي مئة اوظف كتب فريق من الكشافة اعدادا على احجار ورصفها وفق المثال التالي تحسب نقطة للفريق الذي يجد حجرتين مجموع نقاطهما مئة اشارك في اللعبة واحسب النقاط التي يمكن ان اجمعها اكتب النتائج التي تحصلت عليها الفريق الاول اذا الفريق الاول تحصل على اربع نقاط الفريق الثاني اذا الفريق الثاني تحصل على اربع نقاط الفريق الثالث اذا الفريق الثالث تحصل على اربع نقاط اقيم احسب سبعة وثلاثون زائد ثلاثة وستون يساوي سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد ونضيفه الى ناتج جمع ثلاثة زائد ستة لنتحصل على نتيجة تساوي مئة اربعة وعشرون زائد ستة وسبعون يساوي اربعة زائد ستة يساوي عشرة نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد ونضيفه الى ناتج جمع اثنان زائد سبعة لنتحصل على نتيجة تساوي مئة لنتحصل على نتيجة تساوي مئة لنتحصل على نتيجة تساوي مئة